وحنا هنكون طماعين النهاردة أن نسمع يعني هنتكلم بس بتالي كلنا عايزين نسمع كما أنا عايزة أقول لكم أنه هلا ليها وجود كبير على السوشيال ميديا لأنه بتغني ولذيذة بتعمل أغاني لابنها بتعملي حالة كده لطيفة أنت شايفة هلا قدر أقول أنه أنت جي للسوشيال ميديا اللي ممكن يساعدت كمان أنك تحملي خطوات لقدام كتير طبعا هو عملا دلوقتي الاعتماد الكامل على السوشيال ميديا الشباب كله بقى ماسك الموبايل تقريبا 24 ساعة فأي حد عايز يوصل لناس بيبقى مينلي السوشيال ميديا أكتر بكتير جدا من التلفزيون وكل ما البني آدم كان أسهل وأبسط بيوصل للناس أسرع لأن دايما بيبقى فيه لما بتتفرجي على مثلا حد بوبليك فيجر أو حاجة وتلاقي بيلبسوا مثلا حاجات معينة وبيروحوا بيخرجوا في أماكن معينة ولازم يتصوروا هم يعني أنتكين الحاجة دي بتعمل حاجز بارير كده بين البني آدم وبين المشاهد فالمشاهد لما يلاقي حد طالع عادي طالع من غير ميكب قاعدة مثلا في البيت مع ابني بغني بلعب بهرج بتاع الحاجات دي بتقرب المسافات عامة فالسوشيال ميديا اللي بيستخدمها صح؟ لا بصراحة بتفرق في حاجات كتير جدا ودلوقتي فيه فيه نمازج كتير جدا مكانها هي طالعة من السوشيال ميديا خلتي بقالك أنه أحيانا في السوشيال ميديا زي ما بيقولك يقولك عملي بوست يعني من الناس بتشتري وبتزود الفولوورز بتاعتها وبتعمل وده بشكل عام حتى في العالم يعني هل أنت بتعملي ده أحيانا علشان توصلي الأكبر قاعدة من الناس أكتر وأسرع؟ بوصي هو أنا يمكن هو أنا التكنيك بتاعي عمتا يعني مختلف شوية يعني أنا بحب الأورجانيك ريتش يعني بحب إنه الحاجة وبقيس حلوتها من إن هي تروح بشكل طبيعي من غير أي لعب فقيس شطرتها أو ققيس حلوتها إنه الأغنية الفلانية دي طارت هي راحت مع العرفة راحت مع اللراحة وما رجعتش راحت علشان عجبت الناس عجبت الناس لأن فيه ساعات كتير جدا بيبقى فيه أغنية بتصرف عليها دم قلبك وبعدين تسأل في الشارع ومحنش سماحها أصلا لأن هي يا قرية دي خلاص كانت حاجة فاك يعني حاجة مش فأنا بحب دايماً أرض الواقع عشان أنا قيس نجاحي إزاي؟ يعني أنا بحاول بقدر الإمكان إن أنا لأن أنا شخص يعني عقلاني شوية يعني ما بيقسش لوها مش عشان جبت عشرين مليون أنا دفعاهم كله مش هحس بقيمة اللي بيحصل لأن أنا الوحيدة اللي عارفة الحقيقة فأنا الوحيدة اللي متنغص على يعني اللي بقى يشايف يا هدي راحك في حتة وما أصليمش الحقيقة يعني فأنا بحب لا بحب الواقعية أكتر يعني وبتبقى يحسن دول الناس اللي أنا عجبتوه بالضبط الحقيقيين بالضبط أنا بحافظ على هاي الأرقام برضو كمان إنه نبنيها أكتر وأكتر في هذه الفترات القادمة ده رعب